صندوق النقد الدولي وإجراء إصلاحات طموحة في ظل الظروف الاقتصادية الكلية والتمويلية المواتية لوضع الدين على مسار تنازلي ثابت شهد الاقتصاد البحريني خلال الآوينة الأخيرة نموا ملحوظا بفضل الرؤية الثاقبة والطموحة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ونتيجة العمل الدؤوب لحكومة مملكة البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ظل إطلاق العديد من المشاريع في كافة أنحاء المملكة بالإضافة إلى خطة التعافي الاقتصادي التي شملت عددا من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الوطني وعليه فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد البحريني إلى 3.4% في عام 2022 مع زيادة جمالي الناتج المحلي غير النفطي بمقدار 4% مدفوعا بزيادة نمو قطاع الصناعة وإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل عودة زخم الإصلاحات المالية العامة وارتفاع أسعار النفط لا سيما بعد مرور الاقتصاد البحريني والعالمي بفترة صعبة في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 أدى إلى التخفيف من مكامن الضعف على صعيد المالية العامة والحساب الخارجي فقد حقق الاقتصاد البحريني نموا بمعدل 2.2% في عام 2021 مدفوعا بنمو قدره 2.8% في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الهايدرو كربوني هذا وتحرص مملكة البحرين على التزامها القوي بجدول أعمال الإصلاحات الذي وضعته والموضح في خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي المعدل بما في ذلك الإصلاحات الطموحة لخفض عجز المالية العامة والدين العام بما يصب في صالح الوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر